وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قيامها بإغلاق أي ناد صيفي تابع للجمعيات والمراكز الإسلامية وفي بيان صادر عنها استهجنت الوزارة ما وصفته بالهجمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من يحاولون استخدام القرآن الكريم كوسيلة لتضليل الرأي العام واستعطافه لتشويه صورة الوزارة بالدعاءات لا تمت إلى الواقع والحقيقة بصلة بحسب بيان الوزارة وأشارت الوزارة إلى أن بعض الجمعيات والأندية القرآنية ارتكبت مخالفات لأحكام قانون الجمعيات بالإضافة لقيام مراكز تمارس عمل رياض الأطفال وتقوم باستفاء رسوم من الطلاب دون وجود ترخيص مشددة على أنها ستمارس دورها الرقابية والإشرافي على جميع المراكز والأندية التابعة لها